أعمال قمة مجموعة العشرين بدأت في نيودلهي بمشاركة دولة الإمارات إلى جانب دول المجموعة وممثلين الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والضيوف المدعوين قمة شعارها أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد جاءت للتباحث حول أبرز القضايا الدولية وتسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة ودفع العمل المناخي وتحقيق توازن نمو الاقتصاد العالمي الجلسة الافتتاحية شهدت انضمام الاتحاد الإفريقي بشكل رسمي كعضو دائم في مجموعة العشرين ما سيمنحها الفرصة لمناقشة التحديات والفرص مع قادة المجموعة هذا التطور جيد من نسبة إلى الاتحاد الافريقي بالانضمام إلى مجموعة العشرين الرائعة هذه فمجموعة العشرين تعتبر من أقوى التكتلات في العالم وإن كان الأمر يتعلق بالتنمية فالتركيز سيتمحور حول التحسين والتنمية في القارة الافريقية فالأمر الجيد في هذا التطور هو أن الاتحاد الافريقي ينتمي إلى هذه المجموعة اليوم وأن القارة الافريقية تعزز وجودها العالمي والوقت قد حان لهذه العضوية وعليهم الآن التركيز على ما سيطرحونه على طاولة النقاش بعد انضمامهم القمة التي تعقد للمرة الأولى في الهند وجنوب آسيا ستتواصل أعمالها لمدة يومين على أن تخرج بإعلان يدلهي الذي من المتوقع أن يتضمن رؤية مشتركة وحلولا فاعلة وإجراءات جماعية لمعالجة القضايا التي تواجه دول المجموعة والعالم قمة مجموعة العشرين فرصة سنوية متجددة يلتقي خلالها قادة الدول العظام في هذه المجموعة للتشاور والتباحث حول العديد من القضايا الملحة التي يواجهها العالم والتي تتطلب جهدا جماعيا مشتركا لمواجهتها لمركز أخبار قنوات أبوظبي محمد الوهيبي نيو ديلي